من عندك أحمد لأسأل عن آخر أخبار الفلسطينيين داخل قطاع غزة ما الذي يجري؟ نعم آخر الأخبار هو أن القصف الإسرائيلي والمدفعي ما زال متواصلا حسين على مناطق متفرقة من قطاع غزة الآن القصف المدفعي على الجهة الشمالية لمدينة خانيونس بالإضافة أيضا إلى استهداف منزل في حي الأمل الغربي مدينة خانيونس أصفر عن عدد من الضحايا وأيضا الإصابات أيضا في مخيم المسيرات الجهة الشمالية أيضا تتعرض إلى قصف مدفعي شديد جدا في هذه الأثناء أيضا في مخيم البريج ومنطقة جحر الديك هناك أحزمة نارية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل ربع ساعة من الآن وبالتالي هناك عمليات تجري في مخيم البريج على وجه التحديد والخصوص خاصة في ظل العملية البرية في هذا المخيم وطلبات الجيش الإسرائيلي من كافة سكان المخيم بالإخلاء خلال الأيام الماضية وبالتالي هناك قصف لعدد من المنازل المدفعية الإسرائيلية أيضا تقصف منازل المواطنين في مخيم البريج بشكل عشوائي هناك أحزمة نارية تنفذ هذه الأثناء في مخيم البريج وهذا يدلل على أن الجيش الإسرائيلي سوف يقوم بعملية برية خلال الأيام القادمة داخل مخيم البريج بالإضافة إلى مدينة غزة في شرق المدينة حي الدرج حي التفاح أيضا حي الشجاعية هناك استهداف من المدفعية الإسرائيلية هناك اشتباكات على الأرض تدور في حي الشجاعية بشكل مركز ما بين عناصر القسام والفصال الفلسطيني الأخرى والجيش الإسرائيلي أيضا في المنطقة الشمالية لقطاع غزة هناك استهدافات من الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل خاص على مخيم جباليا استهدفت عدد من المنازل أيضا المدفعية الإسرائيلية في شرق مخيم جباليا وبيت لاهي استهدفت منازل المواطنين والأراضي الزراعية الفارغة عدا أيضا عن الاشتباكات التي تدور في هذا المحور وهو محور تقدم للجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا هناك اشتباكات تدور على الأرض بشكل متواصل ومستمر وبالتالي نحن نتحدث عن اشتباكات في محاور رئيسية خاصة في شرق خانيونس في شرق الشجاعية أيضا في المنطقة الشمالية لقطاع غزة بالإضافة إلى محاور أخرى كحي الشيخ ردوان في شمال مدينة غزة في أيضا شمال مخيم النصيرات وسط القطاع هناك في منطقة المغراقة هناك اشتباكات وهو مركز تموضع وسيطرة للدبابات الإسرائيلية على الأرض في هذه المناطق بالإضافة إلى استهدافات من الطائرات الحربية الإسرائيلية لعدد من المنازل في الساعات الماضية مخيم البوريج لوحده كان هناك استهداف أكثر من عشرة منازل من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية في الساعات الماضية وهذا يدلل أن عدد الضحايا ارتفع بشكل كبير في الساعات الماضية نتيجة كثافة النيران والاستهدافات والضربات من الطائرات الحربية الإسرائيلية على عدد من المنازل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر